اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا أنت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ولا شكرناك حق شكرك ولا قدرناك حق قدرك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم يا ربنا ويا مولانا ويا سيدنا ويا إلهنا يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم لديك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك تباركت ربنا وتعاليت نسألك مسألة المساكين ونبتهل إليك ابتهال المبن بالذليل اللهم اهدنا في من هديك وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يدل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهوم به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك وجودك وفضلك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العنى أن تعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأسواجنا وذرياتنا وإكواننا من النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرى ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا لا تزغ طلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قررة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم يا رب الأرباب ويا مسذب الأسباب اللهم يا أرحم الراحمين فرج هم المهمومين من المسلمين ونفرس كرب المكروبين واقضي الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم اشف مريضهم اللهم اغن فقيرهم اللهم ارحم موتاهم اللهم ارحم موتاهم اللهم اجبر كسرهم اللهم تولى أمرهم اللهم احقن دماءهم اللهم ألف بين قلوبهم برحمتك وفردك وجودك يا أرحم الراحمين اللهم يا ذا الجلال والإكرام وفق إمامنا بتوفيقه وأيده بتأييده اللهم هيئ له البطانة الصالحة الطيبة المباركة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته واستهداك فهديته واستنصرك فنصرته وتوكل عليك فكفيته اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين